السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الاعزاء طلاب الصف السابق موعدنا اليوم مع المراجعة النهائية لجميع دروس الفصل الاول والفصل الثاني والمراجعة دي هتكون مقسمة الى جزئين الجزء الاول اللي هو دروس الفصل الاول والجزء الثاني اللي هي دروس الفصل الثاني لو عايزين تتابع المراجعتين انزل اشترك في القناة على طول وفعل زر الجرس عشان يوصلك التنبيهات وكمان تشارك الفيديو ده مع كل اصحابك واعمل لايك للفيديو اذا الفيديو ده حصل على لايقات كتير مثلا خمسمائة لايك ان شاء الله بعمل لكم بث مباشر نراجع فيه مع بعض الاسئلة اللي انتو مش فاهمينها يلا طلاب الصف السابع اعملوا تعليقات اسفل الفيديو ان انتو عايزين بث مباشر واعملوا لايك للفيديو وان شاء الله وعدكم ان احنا نعمل بث مباشر تحضروا معايا ونشوف الاشياء اللي انتو مش فاهمينها ونشرحها مرة تانية بازن الله يلا بنا نبدأ على طول بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود هنبدأ ان شاء الله مع تمرين الوحدة الاولى الاعداد الصحيحة والقوة والجذوع اوجد المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم صاد لكل زوج من الاعداد الاتية المضاعف المشترك الاصغر معناقي طبعا انا مثلا عندي في السؤال الف عندي التلاتة والخمسة في طريقتين لاجاد المضاعف المشترك طبعا الطريقة الاولى ان انا ابدأ اجيب مضاعفات التلاتة يعني مثلا مضاعفات التلاتة هي تلاتة ستة تسعة اتناشر خمستاشر تمنتاشر وهكذا مضاعفات الخمسة اللي هي خمسة عشرة خمستاشر عشرين وهكذا هتلاقوا ان اول مضاعف موجود هنا مشترك بينهم هو الخمستاشر فيبقى هو ده الاجابة المزبوطة اللي هو المضاعف المشترك الاصغر ده اول مضاعف هيقابلني بيكون مشترك بين التلاتة والخمسة يلا بنا نشرح طريقة تانية لايجاد المضاعف المشترك الاصغر مثلا للستة والتمانية اول حاجة هنحلل الستة بالقسمة ستة قسمة اتنين هتطلع لي بتلاتة تلاتة قسمة تلاتة هتطلع لي بواحد وبعدين نحلل التمانية تمانية قسمة اتنين فيها الاربعة اربعة قسمة اتنين فيها الاتنين اتنين قسمة اتنين فيها الواحد هتلاحظوا هنا ان الستة هي عبارة عن اتنين في تلاتة اتنين ضرب تلاتة والتمانية هي عبارة عن اتنين قس تلاتة لأن الاثنين متكررة تلت مرات فبدل مكتب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين فبكتبها اثنين اثنين اثث عشان تجيبوا المضاعف المشترك الاصغر تجيبوا هازاي بناخد اعلى اث يعني مثلا الاثنين هنا فيه اتنين اوس واحد وفيه اتنين اوس تلاتة ناخد اتنين اوس تلاتة ده اعلى اوس هنا فيه تلاتة وهنا ما فيش اعلى اوس اللي هو تلاتة اوس واحد يبقى ناخد تلاتة وبعدها نطلع الناتج اتنين اوس تلاتة بتمانية ونضربها فيه تلاتة تطلع الاجابة اربعة وعشرين يبقى ده المضاعف المشترك الاصغر اللي هو الاربعة وعشرين طبعا ممكن تتبعوا الطريقة التقليدية أنتوا تجيبوا مضاعفات الستة ومضاعفات التمانية وتشوفوا مين اول مضاعف مشترك اصغر موجود زي مثل ما عملنا فيه المقطة الف اللي هي المضاعف المشترك الاصغر للتلاتة والخمسة تعالوا نشوف بقى السؤال التاني اوجد العامل المشترك الاكبر لكل زوج من العداد الاتية ازاي اجيب العامل المشترك الاكبر لأي عددين بكل بساطة نحلل العدد الاول اللي هو الاثناشر نقسمه على الاثنين فيها الستة على الاثنين فيها التلاتة على التلاتة فيها الواحد ونحلل الخمستاشر على التلاتة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد وبعدين نشوف مين المشترك هتلاقى ان المشترك هو التلاتة فقط التلاتة فقط هي المشتركة يبقى ازا العامل المشترك الاكبر هيكون التلاتة يبقى الاجابة هنا هتكون تلاتة تعالوا نجرب الموضوع مع بقى 20 و 30 تعالوا نحلل للعشرين على الاثنين فيها العشرة على الاثنين فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد طيب التلاتين هنسمعها طبعا على التلاتة فيها العشرة بعدين على الاتنين فيها الخمسة وعلى الخمسة فيها الواحد هتلعز ان المشترك معايا هنا الاتنين مشتركة والخمسة مشتركة يبقى اذا العامل المشترك الاكبر للعددين عشرين وثلاثين هيكون هو خمسة هيكون هو اتنين ضرب خمسة لان الاتنين متكررة والخمسة متكررة. يطلع الاجابة كام? عشرة. يبقى العامل المشترك الاكبر للعددين عشين وتلاتين هو العشرة. ولو كاتبينها في صورة اسس يعني مثلا العشرين بتساوي اتنين قس اتنين ضرب خمسة. طيب والتلاتين هي عبارة عن اتنين ضرب خمسة ضرب تلاتة. زي ما انتم شاهدين كده اتنين ضرب خمسة ضرب تلاتة. ودي طبعا طريقة كتابة العدد في صورة حاصل ضرب العوامل الاولية له. طب تعالوا نشوف العامل المشترك ازاي اجيبه? بنشوف الاول الاتنين وناخد اصغر قس. اصغر قس هنا كام? اتنين قس واحد. يبقى الاتنين. طب الخمسة هنا اصغر قس كام? برضو خمسة قس واحد. يبقى الخمسة. طب التلاتة? هنا مفيش تلاتة يعني مش متكرر يعني ما اخدهاش لانها مش مشترك. احنا بنقول العامل المشترك. طبالتالي التلاتة مش هناخدها. بيقول لي هنا اكتب كل من هذه الاعداد الاتية في صورة ضرب اعداد اولية. طبعا الاعداد الاولية عشان نبقى متفقين. الاعداد الاولية. طبعا هي الاعداد التي لها قاسمان فقط. لها قاسمان فقط. زي مين مثلا? زي اللي اتنين. اللي اتنين لها قاسمان فقط. مين هم القاسمان? اللي اتنين والواحد الخمسة لها قاسمان فقط لها الخمسة والواحد دي اسمها عدد اولية دي اولية اما مثلا لو جينا نتكلم مثلا على الاربعة الاربعة تقبل القسمة على الاربعة لها نفسها وتقبل القسمة على اثنين وتقبل القسمة على واحد يبقى بالتالي الاربعة لها ثلاث قواصم فبالتالي ليست عدد اولي ليست عدد اولي تمام وعندنا الواحد له قاسم فقط واحد فبالتالي هذا برضو ليس اولي يبقى الاربعة طب الستة اي عدد له اكثر من قاسمان او اقل من قاسمان خلاص يبقى ليس اولي الاعداد الاولي هي التي لها قاسمان فقط زي الاثنين والتلاتة والخمسة والسبعة والحداشر والتلاتاشر وغيرها من الارقام الاولية فانتو لازم تنتبه الى فكرة الاعداد الاولية هو هنا بيقول لي اكتب كل من هذه الاعداد في صورة ضربة اعداد اولية يعني مثلا نمسك الواحد وعشرين الواحد وعشرين ممكن نجيبه في صورة ضربة اعداد اولية طبعا ليه تلاتة في سبعة التلاتة اولي والسبعة اولي يبقى كده مصبوط طب الاتنين وعشرين ها الاتنين وعشرين هي اتنين في احداشر والتنين عدد اولي والحداشر عدد اولي طب الخمسة وثلاثين ها الخمسة وثلاثين خمسة ضرب سبعة والخمسة اولي والسبعة اولي فكرة ان انا اجيب الاعداد في صورة ضربة اعداد اولية دي فكرة سهلة جدا وبسيطة طيب خلونا ناخد عدد جدا غريب شوية نكتب مثلا 72 72 هي اصلا 9 في 8 طيب هل التسع اولي لا طيب هل التمانية اولي برضو لا طيب التسع ممكن احلالها اه التسع هي عبارة عن 3 في 3 تمام والتمانية هي عبارة عن 2 في 4 طيب التلاتة اولي التلاتة اولي والاتنين اولي طيب هل الاربع اولي لا يبقى نحللها يبقى 3 في 3 في 2 والاربعة هي 2 في 2 وممكن اكتبها في صورة اصص او اسيبها بالصورة الموجودة دي ليه 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 او 3 اوس 2 يعني التلاتة متكررة مرتين واتنين اوس 3 يعني الاتنين متكررة 3 مرات الطريقة المناسبة ليك اكتب بيها ما فيش اي مشكلة هنا بيقول لي ارسم شجرتين عوامل مختلفتين للعدد تمانين شجرة العوامل اش سهلة جدا اهدي التمانين هي وترسم لها الشجرة التمانين هي اصلا تمانية في عشرة والتمانية هي عبارة عن 2 في 4 والعشرة هي عبارة عن 2 في 5 والاربعة هي عبارة عن 2 في 2 تمام يبقى اسمها شجرة العوامل للعدد تمانين طب نرسم الشجرة بطريقة اخرى التمانين مثلا ممكن اقول ان هي اربعة ضرب عشرين لان اربعة ضرب عشرين بتمانين طب والاربعة هي اتنين ضرب اتنين والعشرين هي اربعة ضرب خمسة وهنا الاربعة برضو ضرب اتنين ضرب اتنين يبقى كده انا وصلت لتحليل اخر للتمانين بشجرة عوامل اخرى يبقى انت ممكن تعمل شجرة عوامل لأي عدد بهذا الاسلوب لو انت حافظ جدول الضرب هتساعدك بشكل كبير جدا بيقولك اوجد ناتج كل من مما يلي 2 ضرب 3 قس 2 ضرب 5 قس 2 طيب اللي 2 تنزل وبعدين 3 قس 2 بكام 3 في 3 معروفة بتسعة و 5 قس 2 بكام ب25 وبعدين نبدأ نضرب 2 في 9 في 25 ممكن تضرب 2 في 25 على طول إنها سهلة 2 ضرب 25 بكام ب50 وبعدين الناتج نضربه في التسعة الصفر ينزل و 5 في 9 ب45 يبقى طلعنا الاجابة بشكل سريع ممكن طالب تاني يقول انا هضرب اتنين في تسعة بطمانتاشر واضرب التمنتاشر في الخمسة وعشرين هقول له اجابتك صحيحة برضو ولكن لما استخدمنا هذا الاسلوب في الضرب كان الحل بشكل اسرع السؤال اللي بعد بيقول لي الاربعة وتمانين هي عبارة عن اتنين قس تنين ضرب تلاتة ضرب سبعة بينما التسعين هي عبارة عن اتنين ضرب تلاتة قس تنين ضرب خمسة بيقول لي اكتب العامل المشترك الأكبر للعددين 84 و 90 في صورة ضرب عداد أولية بسيطة جدا العامل المشترك زي ما اتفقنا بناخد الحاجات المشتركة بأصغر قص يعني مثلا اللي 2 قص 2 وهنا 2 قص 1 من اللي أصغر قص هيكون 2 قص 1 ضرب هنا 3 وهنا 3 قص 2 من أصغر قص هيكون 3 قص 1 بعدين هنا السبعة مش مشتركة لأنها مش متكررة والخمسة أيضا مش مشتركة مش متكررة يبقى بالتالي هتكون 2 ضرب 3 في صورة ضرب عداد أولية أنا هنخليها زي ما هي إنما لو كان عايز الناتج ما قالش في صورة ضرب عداد أولية فأقول له 2 ضرب 3 ب6 يبقى العامل المشترك هو ال6 أما لما يقول لي اكتب المضاعف المشترك الأصغر للعددين المضاعف المراد يبقى أخذ أكبر قص يعني مثلا هنا 2 قص 2 وهنا 2 يبقى أخذ 2 قص 2 طيب هنا 3 وهنا 3 قص 2 يبقى أخذ 3 قص 2 طيب هنا السبعة مش متكررة أخذها هنا الخمسة مش متكررة أخذها برضو يبقى في حالة لما بيكون مضاعف مشترك باخد كل شيء حتى المش متكرر وخلي بالكم لو شيء متكرر باخد أكبر قص مش باخد أصغر قص أما في العامل المشترك باخد أصغر قص والمتكرر ما بكتبوش انتبهوا لهذا الموضوع بشكل كويس جدا هل ما تقوله نورة صحيح فاسر ذلك نورة بتقول ايه بتقول قد يكون الجذر التربيعي للعدد 25 أقل من الجذر التربيعي للعدد 16 هل ما تقوله صحيح تعالوا نشوف مين هو الجذر التربيعي للعدد 25 ها مين الطالب الشطري اللي يقول والله الإجابة يا إما 5 أو سالب 5 لأن الجذر التربيعي لأي عدد ان انا بدور على عدد لو ضربته في نفسه يديني هذا العدد يعني مثلا الخمسة ضرب 5 بخمسة وعشرين وايضا سالب 5 ضرب سالب 5 برضو بموجب 25 يمازن الجذر التربيعي للعدد 25 يا إما 5 أو سالب 5 طيب الجذر التربيعي لل16 هيكون إما 4 أو سالب 4 لأن 4 ضرب 4 ب16 وسالب 4 ضرب سالب 4 برضو بموجب 16 طيب السؤال بقى هل قد يكون الجذر التربيع للعدد 25 أقل من الجذر التربيع للعدد 16 تعالوا نشوف هل الخمسة اللي هو الجذر التربيع للعدد 25 أقل من الجذر التربيع لل16 طبعا الخمسة هل أقل من الأربع طبعا لا هل الخمسة أقل من السالب 4 أيضا لا يما بالتالي الخمسة ليست أقل طيب تعالوا نشوف السالب 5 هل السالب خمسة أقل من الأربعة نعم لأن دي سالب ودي موجة هل السالب خمسة أقل من السالب أربعة نعم أقل منها يبقى هل قد يكون فعلا الجذر التربية للعادة 25 أقل من الجذر التربية للعادة 16 نعم لأن احنا وجدنا السالب خمسة أقل من الأربعة والسالب أربعة يبقى هل ما تقوله نور صحيح هنقول نعم هنقول لأن أحد جذور الخمسة وعشرين هو السالب خمسة وهي أقل من الجذر التربيعي للعداد 16 اللي هم الأربعة والسالب أربعة لأن السالب خمسة أقل من الأربعة والسالب خمسة أقل من السالب أربعة يبقى لازم لما يقول لك فسر تفهم السؤال وتدور على العلاقة اللي موجودة عشان تقدر تجاوب بشكل سليم ما تجاوبش بشكل سريع بيقول لي أوجد ناتج مالي هنا في حاجة اسمها ترتيب العمليات الحسابية اللي لازم تنتبهوا إليها وأول حاجة في ترتيب العمليات الحسابية هي الأقواص يعني لو السؤال في أقواص لازم نعمل الأقواص الأول بعدين الأسس بعدين الضرب والقسمة من جهة اليمين بعدين آخر حاجة الجمع والطرح من جهة اليمين فمثلا السؤال ألف هل في أقواص؟ لأ ما فيش أقواص هل في أسس؟ لا ما فيش أسس طيب ندور على مين؟ الضرب هل في ضرب؟ نعم فيه ضرب 3 ضربة 5 بكم؟ 15 يبقى نكتم كده 20 ناقص 15 وبعدين نطلع على الناتج 20 ناقص 15 خمسة هنا في اقواص لا في اسس لا طب في قسمة اه طب في ضرب لا في قسمة اه في قسمة هناك 18 قسمة 6 كام تلاتة يبقى نقول الاجابة تسعة زائد تلاتة يبقى نعملتي دي الاول بكام باثناشة هنا في اقواص نعم في اقواص يبقى نعمل الاقواص الاول 11 نقص اتنين كام تسعة هنا في اسس نعم في اسس ستة اس اتنين اللي هي ستة ضرب ستة بستة وتلاتين اه يبقى الاجابة ستة وتلاتين قسمة تسعة تطلع الاجابة كام اربعة يبقى الترتيب ده مهم جدا بدونه ممكن تغلط بكل سهولة فلازم تتبع الترتيب اللي موجود اللي هو الاقواص اولا ثم الاسس ثم الدرب والقسمة من جهة اليمين ثم الجمع والطرح من جهة اليمين دلوقتي هنبدأ في تمارين الوحدة الثالثة للعداد العشرية والقصور العشرية ذهبت سلمة للسوق وكان مع عشرين ريال اشترت حذاء بمبلغ خمسة ريال ومائتين بيسة وعباء بمبلغ اربعة ريال وثمانمائة بيسة كم يتبقى مع سلمة الاول طبعا هتشوف الحاجات اللي اشترتها ونجمعها يعني مثلا هنجمع خمسة ريال ومائتين بيسة زائد اربعة ريال وثمانمائة بيسة طبعا عشان العداد العشرية لازم يكون الارقام بعد العلامة بتكون نفس الارقام يعني مثلا لو هنا تلت ارقام لازم يكون هنا تلت ارقام هنا رقمين لازم يكون هنا رقمين طب نفترض ان هنا فيه تلت ارقام وهنا فيه رقمين بس يبقى نزود صفر عشان يكونوا تلت ارقام مثلها وبعدين نبدأ جامع بشكل طبيعي جدا يعني صفر زائد صفر صفر زائد صفر صفر اتنين زائد تمانية عشرة اللي هي صفر ومعانا الواحد بعدين العلامة العشرية تنزل وخمسة واحد ستة زائد اربعة عشرة ده معناه ان هي صرفت عشرة ريال لان طبعا ما فيش بيسات هنا كل صفار يعني عشرة ريال سليمة كاملة فبالتالي الخطوة اللي جاية عشان اوجد ما تبقى يبقى لازم اعمل عملية طرح هي والله كان معها عشرين ريال وصرفت عشرة ريال يبقى عشرين ناقص عشرة يديني عشرة ريال يبقى تبقى معها عشرة ريالات واضحة الفكرة يبقى اذا اشترت مجموعة من الاشياء لازم نجمع الاشياء اللي اشترتها الاول بعدين نطرحها من العدد اللي موجود او من المبلغ الكل عشان نوجد المتبقي بيقول لي اوجد ناتج ما يالي تلاتة من عشرة ضرب اتنين عشان يكون الموضوع سهل عليك اضرب عادي جدا يعني اضرب تلاتة في اتنين تلاتة في اتنين بيكان بستة وطبعا هنا العلامة العشرية بعد رقم يبقى لازم هنا العلامة العشرية تكون بعد رقم ايضا يبقى ستة من عشرة طيب مثلا سبعة ضرب تلاتة فاصل ستة ازاي اضربها عادي جدا هضرب سبعة ضرب ستة وتلاتين اللي هي بدون العلامة سبعة في ستة باتنين واربعين اتنين ومعنا الاربعة سبعة في تلاتة بواحد وعشرين واربعة خمسة وعشرين يبقى الاجابة متين اتنين وخمسين بس العلامة هنا بعد الرقم يبقى نضع العلامة هنا بعد الرقم يبقى الاجابة خمسة وعشرين فاصل اتنين بنفس الاسلوب في القسمة هنا 7.2 قسمة 3 هنقسم 72 قسمة 3 7 قسمة 3 اقرب رقم لها هي الاتنين لان 2 ضرب 3 ب6 ونطرح 7 نقص 6 واحد والاتنين تنزل 12 قسمة 3 فيها الاربعة 4 في 3 ب12 ولما نجي نطرح تطلع 0 يبقى ازا الاجابة 24 هنكتب هنا الاجابة 24 ولكن في علامة عشرية بعد رقم يبقى نضع العلامة العشرية بعد رقم يعني الضرب او القسمة العلامات العشرية مش هتسبب لك اي مشكلة انت اضرب الاول او اقسم الاول وبعدين ضع العلامة في المكان الصحية يدفع كمال 7 ريال و450 بيسا مقابل 5 اكياس اسمنت ماتك لفت كيس الاسمنت الواحد لما يعطيك الجملة وعايز كيس الاسمنت الواحد او عايز الجزء الواحد يبقى عملية قسمة يبقى انا هقسم 7 ريال و450 بيسا قسمة 5 ممكن اشيل العلامة واعمل قسمة مطولة يبقى 7450 قسمة 5 7 قسمة 5 فيها الواحد 1 ضرب 5 ب5 ويتبقى طبعا 7 نقص 5 2 الاربعة تنزل 24 قسمة 5 فيها الاربعة 4 في 25 ب20 ولما نطرح 4 نقص صفر 4 و2 نقص 2 صفر ويتبقى هنا الخمسة 45 على الخمسة فيها التسعة 9 في 5 و45 ويتبقى صفر صفر ويتبقى قال لن الصفر هنا نحطه يبقى اذا اللي جابة 1490 ونضع العلامة بعد 3 ارقام يبقى اذا الريال واربعمية وتسعين بيسا وده قيمة كيس الاسمنت الواحد اوجد ناتج عمليات القسمة الاتية بحيث يكون الناتج عددا مكونة من منزلة عشرية واحدة طبعا عادي جدا هتعمل قسمة مطولة مثلا 55 قسمة 4 نبدأ نقسم 5 قسمة 4 فيها الواحد 1 ضرب 4 ب4 وبعدين نطرح 5 نقص 4 1 بعدين الخمسة دي تنزل 15 قسمة 4 اقرب رقم ليه هو التلاتة 3 في 4 ب12 بعدين نطرح 5 نقص 2 3 و 1 نقص 1 0 هنا طبعا زي ما انتم شايفين التلاتة قسمة 4 ما تنفع فلازم نضيف هنا صفر ونضيف هنا علامة عشرية ونقول 30 قسمة 4 اقرب رقم ليه هو السبعة 7 في 4 ب28 لو طرحنا 30 نقص 28 2 طبعا نضيف صفر كمان 20 قسمة 4 فيها 5 يبقى الإجابة 13.75 ولكن هو عايز يقرب الناتج لمنزل عشرية واحدة فالخمسة تعطي للسبعة واحد لان الخمسة غنية فبالتالي تكون الإجابة 13.8 تعالوا نجرب موضوع القسمة المطولة هنا 7.6 قسمة 6 7 قسمة 6 فيها الواحد 1 في 6 ب6 ونطرح 7 نقص 6 ونطرح 7 نقص 6 واحد بعدين العلامة والستة طبعا هنا هننزل العلامة و16 قسمة 6 أقرب رقم ليها كم؟ أقرب رقم ليها هو الاتنين 2 في 6 ب12 طبعا 6 نقص 2 أربعة و1 نقص 1 سفر يعني أربعة هنا الأربعة عشر نقسمها على الستة ما ينفع يبقى نحط هنا سفر يبقى 40 قسمة 6 أقرب رقم ليها هو الستة 6 في 6 ب36 وبعدين نطرح 40 نقص 36 تديني أربعة طبعا هو عايز لعلامة عشرية واحدة خلاص بنشوف إحنا الستة هنا غنية تعطي للاتنين واحد يبقى الإجابة 1.3 من عشرة تعالوا نشوف الأسئلة اللي جاية دي اوجد ناتج ما يلي 33 ضرب 1 من عشرة لازم تفهموا أن فيه طريقة زهنية سريعة لما أجي أضرب في واحد من عشرة أو واحد من مية وهي الموضوع بكل بساطة أن أنا أعكس يعني مثلا هنا أنا أضرب في واحد من عشرة معناها أن أنا بقسم على عشرة يعني بدل ما أضرب في واحد من عشرة أقسم على عشرة والقسم على عشرة هنا أن أنا أضع العلامة بعد رقم واحد يعني 3.3 آدي الموضوع بكل بساطة هنا برضو أضرب في واحد من مية يعني أنا أقسم على مية يعني أضع العلامة بعد رقمين يعني 77 من مية طب القسمة تحول إلى ضرب يعني أنا هنا بقسم على 1 من 10 يبقى بضرف في 10 ولما ضرف في 10 العلامة تتحرك إلى اليمين خطوة واحدة يعني الإجابة تكون 56 هنا برضو نفس الفكرة 5 ضرب هنا 1 على 100 هتبقى 100 يبقى 5 ضرب 100 ب500 يعني من الآخر إذا كنت بتضرب في 1 من 10 أو في 1 من 100 هتحولها إلى قسمة يبقى قسمة 10 أو قسمة 100 وإذا كنت بتقسم هتحولها إلى ضرب 1 من 10 تتحول إلى 10 1 من 100 تتحول إلى 100 هنبدأ دلوقتي التمارين الواحدة الخمسة اللي هي الزوايا حدد نوع الزوايا في كل مما يلي حادة أم منفرجة أم منعكسة طبعا زي ما أنتم عارفين إن الحادة اللي هي أكبر من الصفر يعني 10 درجة بتكون أكبر من الصفر وأقل من 90 دي الحادة أكبر من صفر وأقل من 90 أما المنفرجة بتكون أكبر من 90 وأقل من 180 درجة أما المنعكسة ودي اللي بتكون أكبر من 180 درجة وأقل من 360 درجة انتبهوا لهذه الأرقام كويس جدا في عندي نوع تاني اسم الزوايا القائمة 90 بالزبط وعندي الزوايا المستقيمة 180 درجة بالزبط المتان وعشرة هنا معروف إن هي أكبر من 180 يعني منعكسة هنا المئة وعشرين والمئة وعشرين أكبر من التسعين وأقل من المئة وثمانين يعني منفرجة الواحد والتلاتين أقل من التسعين يعني حادة التلتمية وواحد أكبر من 180 يعني منعكسة وآخر حاجة 103 أكبر من 90 وأقل من 180 يعني منفرجة انتبهوا لهذه الزوايا عشان تقدر تعرفوا أنواعها بكل بساطة من الشكل المجاور اكتب قياس كل زاوية فيما يلي ألف دال باق امشي على الحروف عشان تقدر تفهم ألف دال باق اللي هي الجزء ده 45 درجة ألف دال باق المنعكسة احنا قلنا ألف دال باق بكم؟ ب45 طب لما يقول لي منعكسة على طول تطرح من 360 يعني 360 ناقص 45 يبقى 315 درجة افهمها كده قعدة المنعكسة على طول نطرح من 360 درجة يعني مثلا باق دال جيم طبعا هو قال هنا المنعكسة تعالوا نشوف الأول باق دال جيم العادية با دال جيم آه ليه الزاوية دي العلامة دي عالمة التسعين لما تشوفه مربع كده يعني دي عالمة التسعين يبقى تسعين درجة بس هو عايز المنعكسة يبقى 360 ناقص تسعين تطلع 270 درجة ألف دال جيم المنعكسة فين ألف دال جيم المنعكسة ألف دال جيم آه يعني الزاويتين دول مع بعض ألف دال جيم اللي هي التسعين يعني زائد 45 اللي هي تطلع 135 درجة بس هو قال المنعكسة يبقى نطرح من 360 يبقى لجابة 225 درجة فيما يلي قياس زاويتين في مثلث احسب قياس الزاوية الثالثة اتنين واربعين تمانية وسبعين طبعا تعرفين ان المسلس اي مسلس فيه تلت زاوية والتلت زاوية دول مجموعهم 180 درجة على طول فبالتالي لازم تجمع الزاويتين دول وتطرحهم من 180 يعني هتقول 180 نطرح منهم مجموع الزاويتين اللي هو اتنين واربعين زاق التمانية وسبعين اتنين واربعين زاق التمانية وسبعين اتنين وتمانية عشرة سفر ومعنا الواحد واحد واربعة خمسة وسبعة اتناشر يعني 120 يعني هنقول 180 ناقص 120 يعني بتساوي 60 درجة بكل بساطة اوجد قيمة الزاوية المحددة طبعا ده خط مستقيم وانتو عارفين ان الخط المستقيم 180 درجة على طول يبقى انت هتجمع الزاويتين دول اللي هم اللي 62 زائد 17 تطلع الاجابة 9 اتنين وسبعة تسعة وستة واحد سبعة تسعة وسبعين بعدين نطرح من المية وتمانين درجة يبقى زاوية باء هتساوي 180 ناقص تسعة وسبعين طبعا هتطلع الاجابة هنطرح صفر ناقص تسعة ماين فهنستلف ديتكون عشرة وديتكون سبعة عشرة ناقص تسعة واحد وسبعة ناقص سبعة صفر واحد ينزل يعني الاجابة 101 درجة هنا دي زاوية متجمعة حول نقطة شايفين زاوية متجمعة حول نقطة والزاوية المتجمعة حول نقطة هي 360 درجة فبالتالي هتجمع كل الزاوية المعروفة اللي هي 56 زائد 153 زائد هنا في مربع يعني 90 واتطلع الناتج طبعا ستة وتلاتة تسعة تسعة وصفر هي التسعة بعدين خمسة وخمسة عشرة عشرة وتسعة تسعة تسعة ومعانا الواحد هنا واحد وواحد اتنين يعني الاجابة 299 بعدين هنطرح من 360 درجة عشان نجيب الزاوية جيم المتبقية تطلع الاجابة 61 درجة احسب قياس الزاوية المحددة برمز في كل شكل من الأشكال التالية لو لاحظنا الشكل ده هو أبارة عن مسلس والزاوية ألف دي زاوية خارجة عن المسلس في عندنا قاعدة سريعة بتقول إن الزاوية الخارجة بتساوي مجموعة الزاويتين البعيدة عنها يعني هنجمع 40 زائد 57 تطلع الاجابة 97 درجة في طالب تاني ممكن يحلها باسلوب آخر إنه يقول ده مسلس والمسلس 180 درجة فأجمع الزاويتين دولة وأطرحهم من 180 عشان أجيب الزاوية التالتة اللي هي هنا الزاوية اللي موجودة هنا دي بعدين أطرحها من 180 عشان ده خط مستقيم وأجيب الزاوية اللي برة إجابة صحيحة ولكن طريقة طويلة شوية الزاوية الخارجة على طول بتساوي الزاويتين البعيدة عنها نجمعهم على طول بشكل مباشر حتى هنا شوفوا ده مسلس برضو ودي زاوية خارجة ولكن المرات يو أعطيني الزاوية الخارجة المعروف أن الزاوية الخارجة اللي هي 57 بتساوي مجموعة الزاويتين 38 زائد بقى يبقى أنت لو عايز بقى هتطرح هتقول 57 ناقص 38 عشان تعطيك الزاوية بقى طبعا 7 ناقص 8 ما يجوز نستلف دي تكون 4 ودي تكون 17 17 ناقص 8 9 و4 ناقص 3 1 تكون الإجابة 19 درجة دي الزاوية المجهولة فيما يلي قياس 3 زاوية في شكل رباعي الأضلع احسب قياس الزاوية الرابعة كلنا عارفين أن مجموعة قياسات زاوية الشكل الرباعي الداخلية 360 درجة فبالتالي هتجمع الثلاث زاوية دول وتطرحهم من 360 درجة يبقى الخطوة الأولى نجمع 65 زائد 75 زائد 85 55 و5 يديني 15 5 ومعنا الواحد 6 و1 7 7 7 7 14 14 و8 22 يبقى مجموعة 225 نطرحها من 360 درجة 0 ناقص 5 ما ينفع نستلف دي تكون 5 ودي تكون 10 10 ناقص 5 5 5 ناقص 2 3 و3 ناقص 2 1 يعني الإجابة 135 درجة السؤال اللي بعده بيقول احسب قياسات الزاوية المحددة بالرموز في كل شكل من ما يلي طبعا عندي هنا شكل رباعي لو عدت الزاوية هتلاقي 1 2 3 4 يعني شكل رباعي هو عزة ويتألف لازم اجيب الزاوية الرابعة دي الأول فأجمع دول أجمع 80 زائد 120 زائد 85 طبعا 80 و120 200 200 زائد 85 يعني 200 85 بعدين اطرحها من 360 اللي لشكل الرباعي هو 360 درجة يبقى صفر ناقص 5 نستلف دي تكون 5 ودي تكون 10 10 ناقص 5 5 5 ناقص 8 ما ينفع نستلف دي تكون 2 ودي تكون 15 15 ناقص 8 تعطيني 7 وطبعا 2 ناقص 2 صفر يبقى الإجابة 75 درجة يبقى الزاوية دي 75 درجة ولكن هو عايز الألف ده طبعا خط مستقيم يبقى لازم نطرح من 180 ونطلع الناتج اللي هو 105 درجة بكل بساطة هنا بقول لي في الشكل المقابل احسب قياس زاوية ألف طبعا ده مسلس والزاوية دي مجهولة فهنجيبها ازاي نجمع الاول 45 زائد 60 تطلع الإجابة 105 الزاوية الثالثة نطرح من 180 180 ناقص 105 تديني 75 يعني الزاوية دي 75 درجة يبقى إزا ألف بتساوي 75 درجة والسبب بالتقابل بالرأس لأن احنا عندنا قاعدة أن الزاوية المتقابلة بالرأس متساوية فسر لماذا طول ألف با يساوي طول ألف جيم ادي ألف با اللي هو ده والف جيم اللي هو ده الأول أنا عندي هنا زاويتين معروفين نجمعهم عشان نجيب الزاوية التالتة يبقى 36 زائد 72 ستة واثنين هتطلع تمانية وتلاتة وسبعة هتطلع عشرة يعني 108 درجة عشان نجيب الزاوية التالتة هنطرح من 180 عشان ده مسلس طبعا 180 ناقص 108 هتطلع لي 72 يعني الزاوية دي 72 يعني زاويتين القاعدة متساويين وبما أن قياس الزاوية با بتساوي قياس الزاوية جيم يبقى المسلس ألف با جيم متطابق الضلعين متطابق ايه؟ الضلعين وده معناه أن الضلع ألف با هيساوي طول ألف جيم وهذا هو المطلوب تمانين الوحدة السادسة ليها الكسور أكتب كل منه الكسور الآتيية في أبسط صورة أبسط صورة الموضوع سهل جدا بنختار رقم ونبسط عليه يعني مسلا ده اتنين وديه إتناشر نبسط على الاتنين اتنين قسم الاثنين بواحد واتناشر قسم الاثنين بستة يبقى ستس وديه أبسط صورة للمنفعش أقسم مرة ثانية هنا ممكن نقسم على الثمانية تمانية قسم التمانية بواحد 16 قسم 8 ب 2 يبقى نص أبسط صورة هنا ممكن نقسم على الأربعة أربعة قسمة أربعة بواحد و 12 قسمة أربعة بتلاتة يبقى تلت هنا 25 و 30 ممكن نقسم على الخمسة 25 على الخمسة فيها الخمسة و 30 على الخمسة فيها الستة لازم توصل لأبسط صورة اللي هي ما ينفعش تبسط أكتر من كده السؤال اللي بعده هل تصار على صواب بتقول 2 على 7 أكبر من 4 على 9 لأن الأسباع أكبر من الأتسع هل هي على صواب ولا لا تعالوا نشوف 2 على 7 و 4 على 9 عشان تقارن بينهم لازم توحد المقامات وتعمل أسلوب المقص يعني تقول 7 في 9 طبعا تطلع ب 63 فيبقى أنا هواحد المقام على 63 بعدين تضرب 9 في 2 ب 18 و بعدين تضرب 7 في 4 ب 28 هل 18 على 63 أكبر من 28 على 63 طبعا الإجابة خطأ يبقى هل تصار على صواب هنقول له طبعا لا طيب اشرح إجابتك هنقول له طبعا لأنه لمقارنة الكسور يجب توحيد المقامات خلاص ولا لما وحدت مقامات وبعد توحيد المقامات وجدنا أن 2 على 7 أقل من 4 على 9 و ليست أكبر طبعا الخطوات الحالة بتكون مكتوبة اللي هي التوحيد اللي احنا عملناها دلوقتي أو جدناتك ما يالي زينيا نص من 12 بكل بساطة لما يكون البسط هنا واحد بنقسم على طول بشكل مباشر على المقام يعني 12 على الاتنين هتكون الإجابة 6 ريال على طول هنا ربع من 20 برضو بكل بساطة نقسم على المقام يعني 20 على الأربعة سوي كام 5 سنتيمتر يبقى لما يكون البسط بواحد بنقسم بشكل مباشر على المقام طب لما يكون البسط أي رقم آخر برضو بنقسم على المقام والنتج اللي يطلع من اضربه في البسط باستخدام القسمة حول القصور الآتية إلى كسر عشري أنا عايز أقسم 7 على 8 طبعا 7 على 8 السبع أصغر من 8 ينفعش يبقى نضع صفر وعلامة ونحط هنا صفر يبقى 70 على 8 أقرب رقم نضربه في الثمانية عشان يوصلني إلى السبعين طبعا عندي تمانية في تمانية باربعة وستين نطرح سبعين نقص أربعة وستين دي تكون عشرة ودي تكون ستة عشرة نقص أربعة ستة وستة نقص ستة سفر هنحط هنا صفر الثاني بقى ستين أقرب رقم ليه هو السبع سبعة في تمانية بستة وخمسين نطرح ستين نقص ستة وخمسين تطلع الإجابة أربعة بعدين نحط صفر هنا أربعين أقرب رقم ليه هو الخمسة خمسة في تمانية باربعين يبقى صفر صفر يبقى إذن الإجابة صفر فاصل تمانية سبعة خمسة تعالوا نشوف الاتنين على تسعة هنحط لها طبعا هنا سفر وعلامة وبعدين نحط سفر عشان على تسعة أقرب رقم ليها هي طبعا اتنين اتنين في تسعة بتمانتاشر نطرح عشان نقص تمنتاشر اتنين نحط لها صفر هتكون برضو اتنين اتنين في تسعة بتمانتاشر نطرح هتكون اتنين وهتلاقي الموضوع بيتكرر وده بنسميه عدد دوري لانه بيتكرر وبنكتبه كده صفر فاصل اتنين وبنحط عليه النقطة النقطة دي معناها انه عدد دوري او بنحط عليه شرطة يعني معناها انه عدد دوري تعالوا نشوف 3 على 7 هنحط هنا 0 وعلامة ونحط هنا 0 30 على 7 أقرب رقم لها هو الاربع 4 في 7 بـ 28 نطرح 30 نقص 28 تدينها 2 نحط 0 20 على 7 فيها أقرب حاجة الـ 2 2 في 7 بـ 14 20 نقص 14 فيها 6 بعدين نحط 0 60 60 على 7 أقرب حاجة لها هو الـ 8 8 في 7 بـ 56 60 نقص 56 تديني 4 ولو حطنا لها 0 هتلاقوا الموضوع مستمر فممكن نتوقف بعد 3 أرقام عشرية أو 4 أرقام عشرية على حسب السؤال لو قال لي مثلا 3 أرقام عشرية يبقى نتوقف بعد 3 أرقام عشرية ممكن نجيب الرقم الرابع ونشوفها يقرب ولا لا أربعين على السبعة أقرب رقم لها هو الخمسة 5 في 7 بـ 35 ده أقرب رقم والخمسة طاعة للـ 81 يبقى نقربها نخليها 9 ده لو احنا عايزين 3 أرقام عشرية باستخدام الكسور المتكافئة رتب الكسور عشان رتب الكسور ترتيبا تصعوديا أو تنازليا لازم الأول تكون المقامات موحدة طيب انت عندك هنا التمانية لو بصينا هنا الأربعة والأتنين ممكن نخليهم تمانية إزاي؟ الأربعة لو ضربتها في اتنين طبعا لازم نضرب في البسط والمقام يبقى أربعة في اتنين هتكون تمانية طيب والأتنين لو ضربتها في أربعة برضو هتكون تمانية يبقى كده المقامات أصبحت بإيه؟ موحدة 3 في 2 بـ 6 واربعة في اتنين بتمانية هنا واحد في أربعة بأربعة واتنين في أربعة بتمانية هنا وثلاثة على تمانية كده أصبحت المقامات إيه؟ موحدة فبالتالي أقدر أرتبهم رتب الكسور ترتيبا تنازليا من الأكبر إلى أصغر مين أكبر حاجة؟ طبعا ستة على تمانية أكبر حاجة وبعدين الأربعة على تمانية وبعدين الثلاثة على تمانية عايز ترجعهم لأصلهم اللي هي الثلاثة اربع أكبر من النص اكبر من تلاتة عالتبانين. طبعا في المسألة دي هم جاءوا مترتبين. بس طبعا في المسألة التانية ممكن ما يجوش مترتبين. فلازم توحد المقامات وبعدين ترتب. اوجد نقطة القسمة في كون ممالي ثم اكتبه في صورة عدد كاسري. طيب ازاي اكتبه في صورة عدد كاسري تعالوا نقسم بالقسمة المطولة العادية. تلاتتاشر عالتلاتة اقرب رقم لها هو الاربعة. اربعة في تلاتة باتناشر. وتلاتتاشر نقص اتناشر واحد. هل الواحد ينفع نقسمه على التلاتة? طبعا ما ينفعش. فده بيسمى باقي. طالما هو قال لي عدد كاسري يبقى انا محتاج الباقي ده. ازاي محتاجه? هقول له ان الاجابة طلعت كام? الاجابة طلعت اربعة. والباقي كام? الباقي واحد على كام? على المقسم عليه اللي هو تلاتة. يبقى انا كده كتبته في صورة عدد كاسري. تعالوا نجرب في نفس الموضوع هنا ستة وعشرين على ستة. اقرب رقم لها كام? اربعة اربعة في ستة باربعة وعشرين. ويتبقى طبعا ستة نقص اربعة اتنين. اتنين نقص اتنين صف. يبقى الباقي كام هنا? الباقي اتنين. يبقى لما اكتبها في صورة عدد كاسري. هقول والله الاجابة اربعة. اللي هو الناتج اللي فوق ده. والباقي هنا اتنين. والمقسم عليه كام ستة. طبعا اتنين على ستة دي ممكن اختصرها. على الاتنين. يعني ممكن نقسم منه على الاتنين. اتنين على الاتنين فيها الواحد. وستة على الاتنين فيها التلاتة. يعني الاجابة اربعة وتلت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يذهب تلتمية واربعين طالبا الى المدرسة بالحافلة. حيث ان كل حافلة تتسل ستة وخمسين طالب. كما عدد الحافلات التي يحتاجها الطلاب. ممتاز. يبقى انا برضو هعمل عملية قسمة. تلتمية واربعين على ستة وخمسين. في المسألة دي ممكن استخدم اسلوب الطرح المتكرر عشان سهل عليا. يعني تلتمية واربعين اطرح منها ستة وخمسين. طبعا هنا نستلف دي تكون عشرة ودي تكون تلاتة. عشرة نقص ستة اي ديني اربعة وتلاتة نقص خمسة نستلف دي تكون اتنين ودي تكون تلاتاشر. تلاتاشر نقص خمسة تمانية واللي اتنين تنزل. بعدين اطرح ستة وخمسين مرة تانية. هنا اربعة نقص ستة خمسين نستلف دي تكون سبعة ودي تكون اربعتاشر اربعتاشر نقص ستة تمانية وسبعة نقص خمسة اتنين والاتنين تنزل بعدين اطرح ستة وخمسين تاني وهكزا تمانية نقص ستة آآ نقص ستة تمانية نقص ستة اتنين واتنين نقص خمسة نستلف دي تكون واحد ودي تكون اتناشا اتناشا نقص خمسة سبعة والواحد ينزل بعدين نطرح ستة وخمسين تاني هنفضل نطرح كده لحد ما نشوف احنا هنطرح كم مرة هنا دي هتكون اتناشا نستلف وده هتكون آآ ستة وده هتكون ستة اتناشا نقص ستة طبعا ستة وستة نقص خمسة طبعا واحد والواحد ينزل نكمل مية وستاشر هنطرح منها ستة وخمسين ستة نقص ستة سفر واحداشا نقص خمسة ستة وهن هنطرح ستة وخمسين مرة تانية دي تكون عشرة ودي تكون خمسة عشرة نقص ستة اربعة وخمسة نقص خمسة سفر وصلنا لحد الاربعة يا طرح طرحنا كم مرات تعالوا نعد مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طرحت ستة مرات يبقى نطرحت ستة مرات تعالوا نضرب كده ستة في ستة بستة وتلاتين ستة ومعنا التلاتة ستة في خمسة بتلاتين وتلاتة تلاتة وتلاتين لما نيجي نطرح عشرة طبعا نستلف دي تكون تلاتة ودي تكون عشرة عشرة نقص ستة اربعة ثلاثة نقص ثلاثة صف ثلاثة نقص ثلاثة صف يبقى ده الباقي تمام الباقي أربعة وهنا الإجابة كم عدد الحفلات التي يحتاجها الطلاب أنا محتاج ست حفلات بس هيتبقى أربع طلاب يبقى في الحالة دي هقول له معايا ست حفلات وهزود عليهم حافلة يعني سبع حافلات ليه زودت حافلة لأنها هيتبقى معايا أربع طلاب أو أدهم فين الأربع طلاب دول لازم أجيب لهم حافلة زيادة عشان تاخدهم يبقى ست حفلات كاملين مكتملين زائد حافلة زيادة هيكون ركب فيها بس أربع طلاب طب ده معناه أن الحافلة الأخيرة مش كاملة صح؟ صح يبقى إذن كم سيكون عدد المقعد الشاغرة الحافلة الأخيرة عدد مقعدها ستة وخمسين ولكن هيركب فيها أربع طلاب فقط يبقى نطرح منها الأربع طلاب يبقى لتنين وخمسين مكان شاغر يعني ده معناه إن الحافلة الأخيرة هيكون فيها اربع طلاب ركبين وفيها اتنين وخمسين مكان فاضي يبقى انتبهوا ان الطلاب انا زودت لهم حافلة عشان اركبهم مع انهم عددهم قليل اربع طلاب فقط ولكن لازم اجيب حافلة زيادة لدى وردة تمنمائة بيسة تريد شراء اقلام رصاص علما بان سعر القلم مية خمسة وعشرين ممكن ان استخدم الطرح المتكرر يعني مثلا تمنمائة اطرح منها مية خمسة وعشرين بيسة عشان اشوف كم عدد الاقلام اللي هي يمكن شراءها او التي يمكن ان تشتريها وردة هنا طبعا نستلف دي تكون سبعة ودي تكون عشرة نستلف دي تكون تسعة ودي تكون عشرة عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص اتنين سبعة وسبعة ناقص واحد ستة نطرح تاني مية خمسة وعشرين خمسة ناقص خمسة صفت سبعة ناقص اتنين خمسة وستة ناقص واحد خمسة بعدين نطرح مية خمسة وعشرين تاني نستلف دي تكون عشرة ودي تكون اربعة عشرة نقص خمسة اربعة نقص اتنين اتنين وخمسة نقص واحد اربعة نطرح برضو التاني مية خمسة وعشرين هنا تكون صفر وهنا تكون صفر وهنا تكون تلاتة التلتمية نطرح منها برضو مية خمسة وعشرين نستلف دي تكون اتنين ودي تكون عشرة تتحول لتسعة ودي تكون عشرة عشرة نقص خمسة خمسة تسعة نقص اتنين سبعة واتنين واحد واحد هنطرح منها مية خمسة وعشرين خمسة نقص خمسة سفر سبع نقص اتنين خمسة واحد نقص واحد سفر الخمسين بي سهل ينفع اطرح منها مية خمسة وعشرين طبعا ما ينفعش يبنا انت راح تكام مرة? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. يبنا انا هقدر اشتري او هي هتقدر تشتري ستة اقلام وهيتبقى معها خمسين بيسة. الباقي هيكون بكده تبقى انتهت المراجعة النهائية للجزء الاول انتظروا ان شاء الله الجزء الثاني من المراجعة اللي هو الخاص بدروس الفصل الدراسي الثاني اشوفكم في فيديو جديد وانتظرونا في الفيديو القادم واعملوا لايقات عشان زي ما وعدناكم نعملكم بث مباشر نشرح لكم فيه الحاجات اللي انتم مش فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته